نذهب إلى واشنطن لرصد جديد ردود الأفعال الأبريكية على هذا التمرد تمرد فاغنر مع سهيل الشاعر مراسل الغد سهيل إليك نعم قبل قليل أصدر البيت الأبيض بيانا مقتضبا تحدث فيه عن إجراء الرئيس الأمريكي جو بايدن مكالمات هاتفية مع كل من الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء البريطاني ريشي السوناك للحديث فيما يتعلق بالوضع الجارئان في روسيا وأيضا من أجل الحديث عن استمرار الدعم المقدم لأوكرانيا كان هذا هو البيان المقتضب الذي صدر من البيت الأبيض قبل قليل ولكن بعد ذلك جاء هناك خرجة معلومات من البيت الأبيض تتحدث عن إقامة إحاطة أو إجراء محاطة لرئيس الأمريكي بايدن ونائبته كامالا هاريس ولوزير الخارجية ووزير الدفاع ورئيس مجلس الأمن القومي الأمريكي جيك سولوفن وإضافة إلى قادة الأجهزة الاستخبارية حول الأوضاع في روسيا وتأكيد على أن الإحاطة سوف تكون مقدمة للرئيس ونائبته كامالا هاريس على مدار الساعة حول مجريات الأمور نقطة أخرى أشرت إليها صحيفة وول سريت جورنل تتعلق بأن هناك نية لدى الولايات المتحدة لفرض عقوبات إضافية على مجموعة فاغنر ولكن لربما تقرر الولايات المتحدة تجميد هذه الخطوة في الوقت الحالي حتى لا تبدو منحازة لطرف من الأطراف خلال الصراع الدائر حاليا وهذا هو خبر صحفي لم يصدر عن جهة رسمية بعد ولكن هذه ما تتنقله وسائل الإعلام هنا في الولايات المتحدة هناك سمرارية للتشاور بين الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها حول تنسيق المواقف فيما يتعلق بروسيا وأيضا هناك قلق من عدم وجود صورة واضحة لما يجري هناك